تجهيز ملعب التيتش ودا اللي قمنا باستعراضه مع حضراتكو طيب خلينا نستقبل اول التليفون وهدي المدخلة من الناجيري سندي نجم النادي الاهلي السابق سنديي فرسط of all welcome and we're pleased to have you with us today thank you to have me how do you remember this match this unforeatable match and your role your important role played in this match by scoring the goal yes that has always been a memory that i cannot erase in my mind yes and that is one of the match that gave me the game that i have today the match against real madrid and i scored the only goal so that match has ever remained fresh in my memory and yeah it came it wasn't easy at first and i was given the opportunity i never expected i'm going to even play the match not able to score but i am so grateful to the coach that gave me the opportunity and i'm also grateful to my teammates they accepted me and at the end of the game i was very fortunate to score the only goal will you just give me a second for translation few seconds for translation please سنديي بيقول ان هذا الهدف لا ينسى من ذاكرتي ومن ذاكرة نجوم فريق النادي الاهلي ومن زملائي في الملعب قال كانت فرصة كبيرة جدا أن أشارك في هذا اللقاء بلغ الأهمية فنيا على المستوى الدولي وليس المستوى المصري فقط أمام فريق بحجم وتاريخ واسم وبطولات ريال مدريد أمام النادي الأهلي المصري قال بشكر زملائي اللي أتحوا لي الفرصة بشكر النادي الأهلي اللي أتح لي فرصة المشاركة في هذا اللقاء المهم اللي لا يمكن أن ينسى ويبقى دائما أبدا في ذاكرتي قال كنت أتمنى المشاركة وكنت أتمنى أن أؤدي بشكل جيد وهو ما حدث ووفقت في هذا اللقاء ولكن كمان ما كنتش أحلم بأن تتح لي فرصة التسجيل بشكر عليها التيم ميتس بشكر عليها بيقول زملائي من نجوم النادي الأهلي اللي وفروا لي فرصة التسجيل في هذا اللقاء بالغ الأهمية سنده يقولون أن بعض النادي قالوا أن الأهلي اللقاء تقلقوا على هذا المشاركة والمشاركة في هذه المشاركة كما كنت أتمنى لك ويجب أن تجد لك الكثير من المشاركات في الكثير من المشاركات قالوا أمور إغلاقه إغلاقه إغلاقكم أمور إغلاقك إغلاقه وإغلاقات أجس بشكل جديد أمور إغلاقا الإغلاق لي سيئة وإغلاقتي ألم تشاهد في كل شرح وإغلاقه إغلاقني في أغلاق في أغلاق وأمور كنت ألم لا تستخدمه كفر المترجم للقناة 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 سنداي سنداي بيقول أنا فخور جدا بانتمائي في فترة من الفترات كلعب محترف وتوجدي ضمن صفوف النادي الأهلي وأحب هذا النادي العريق وأوجه الشكر والتقدير للإدارات المتعاقبة في النادي الأهلي بيقول الإدارة فريق أو أعضاء مجلس الإدارة في الوقت اللي تعاقت في النادي معي ودني فرصة أكون واحد من اللاعبين في صفوف أكبر وأعظم نادي في أفريقيا قال الجميع يعلم من النادي الأهلي هو النادي الرائد والأكبر في أفريقيا على الإطلاق قال وأشكر أيضا وأتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الحالي وللمسؤولين في النادي ولفريق كرة القدم اللي اعتاد دائما أن يسير من جيد إلى أفضل وإلى أفضل وأنه ينافس على كل الألقاب والبطولات وأنه دائما أبدا هو بيحقق النجاحات بفضل الكثير من الأمور الإيجابية بيقول أنا بحق أحلامي ما زلت مع كرة القدم ولست بعيدا عن عالم الرياضة وكرة القدم قال أنه بيمتلك أكاديمية خاصة به هو private business أو شغله الخاص عنده بيمتلك حاليا ويدير أكاديمية لكرة القدم وحريص على تقديم كل ما لديه من خبرات والوصول لأفضل المستويات باللاعبين اللي بيقدمهم من خلال هذه الأكاديمية وأنه سيظل دائما أبدا مرتبط وعلى اتصال بالنادي الأهلي ومتابع لأخباره ونجحته